السلام عليكم معكم محمد في هذا الفيديو الجديد في هذا الفيديو إخواني لست أنوية الدخولة في طرق تزاوج الكناري وكيفية تعريف الذكر على الأنثى ومعرفة ماذا جاهزيتهما وما إلى ذلك من الأشياء المكررة في هذا الفيديو سنتطرق لخطوات تكاثر الكناري والمقصود بهذا هو قبل هذه المراحل أي قبل أن نصل إلى مرحلة التعارف والتشويق والإنتاج عند الكناري لا ينكر أحد من مربي طيور الكناري أنه قد صادف الكثير من المشاكل في تزاوج وإنتاج الكناري فكل منا واجهه شيء من هذه الصعوبات في هذا المجال أهم مشكل ليواجهك كمربي جديد لطيور الكناري ألا وهو عملية تجهيز الطائر سواء الذكر أو الأنثى فلا يجهز معك الذكر والأنثى أو هما معا في الوقت المناسب أي بداية موسم التزاوج في بداية شهر فبراير ولا تستطع الإنتاج من الطيور ومن ثم يكون لديك موسم بدون إنتاج وبدون فراخ رغم أنك وفرت لهم كل احتياجاتهم لكن تبقى نقط لم تكن على علم بها ما خربت عليك الأمر في هذا الفيديو سنعالج هذه النقطة التي تبدو بسيطة لكن عدم تنفيذها بالشكل الصحيح يضيع منك الموسم بأكمله فبمجرد أن توفر لطيورك الأشياء الضرورية قبل فترة التزاوج لإعطائهم القوة والطاقة اللازمة بالإضافة للصحة الجيدة فستتولى الطبيعة بقية العملية بما حباها الله سبحانه وتعالى من أسرار ما عليك أخي المربي إلا اتباع بعض الخطوات التي وبكل صراحة أجدها شخصيا بسيطة جدا إذا كان في نيتك فعلا النجاح في عملية تكاثر وإنتاج الكناري وإليك هذه الخطوة التي أقوم بها أنا شخصيا الخطوة الأولى ألا وهي النظام الغدائي فالنظام الغدائي إخواني مهم جدا لكي تستطيع الإنتاج وتجهيز الطيور في الوقت المناسب فكتلة البيت تعادل 25% من كتلة جسم الأنثى ولذلك تحتاج في فترة التجهيز للتزاوج إلى الكثير من الكالسيوم لتكوين هذه الكتلة من البيض هذا بالإضافة إلى تقديم عظمة الحبار في القفص وبصورة أخص البيض المسلوق الذي يقدم للكناري مع القشرة والبيض بالإضافة إلى كون قشرته مصدرا للكالسيوم فإنها مصدر أساسي للبروتينات اللازمة لتكوين البيض لدى الأنثى فبتقديمنا لربع بيضة كل يومين لهذه الأنثى وبتعليقنا لعظمة الحبار في القفص فهي كافية جدا لتزويد الأنثى بالكالسيوم الذي تحتاجه وكذلك البروتينات وكذلك الفيطامينات أيضا لها دور كبير في فترة التجهيز للتزاوج وهذه الأخيرة تقدم للكناري إما برشها على الخضروات والفواكه عند تقديمها أو مذابة في المشربية وأنا شخصيا أفضل الفيطامينات التي تأتي على شكل بودرة حيث يسهل إذابتها في الماء أو رشها على أكل الطيور والخطوة الثانية وهي الأهم ألا وهي الإضاءة كما نعلم فإن طيور الكناري من الكائنات الحساسة جدا للضوء ومن حيث طول أو قصر مدة الإضاءة على مضار السنة وتزايد أو تناقص فترة الإضاءة لهذا تأثير مباشر وكبير في نشاط الرغبة في التزاوج عند طيور الكناري فبمجرد تزايد عدد في ساعات النهار في فصل الربيع يبدأ الكناري بالإحساس بالرغبة تجاه الجنس الآخر فلطيور الكناري غذة تستشعر عدد ساعة الإضاءة وعدد ساعة الإضاءة عندما يصل إلى 12 ساعة فهو مؤشر على بداية موسم التزاوج لطيور الكناري فتبدأ عندها الطيور بالتزاوج وبما أن طيور الكناري تربى في الأصر فإن إمكانية أن نتحكم في تفعيل أو إبطال هذه الرغبة في التزاوج سهلة جدا ولكن دون المساس بحاجة الطائرة الضرورية للمرور في مراحل طرح الريش والراحة كذلك فإنهما مرحلتان ضروريتان إذا أردنا أن ننجح في الإنتاج من الطيور الكناري بالطريقة السليمة وضون الإضرار بهم بمجرد زيادة عدد ساعة الإضاءة أكثر من 10 ساعات في اليوم يزداد نشاط الكناري فيبدأ الذكر بالتغريد وتزداد حركة الإناث في الأقفاص وعندما تتعدى ساعة الإضاءة حاجزة 11 ساعة وعند هذا الحين تبدأ الإناث بحمل مواد التأشيش من خيوط وغيرها إما للعب بها وربما تبدأ مباشرة في جمع العش أما إذا تعدت ساعة الإضاءة 12 ساعة فقد ترى بعض البيض في الأعشاش ف12 ساعة من الإضاءة هي الحد الأقسى الذي تصل فيه طيور الكناري إلى أعلى درجة الجهوزية فدائما وجب أن تكون نافدة في غرفة الطيور لإدخال إضاءة اللازمة لهم أما إذا لم يكن لديك نافدة فعليك إشعال إنارة بيضاء من لمبات الليد في غرفة الطيور وتزويدها بتايمر لضبط عدد ساعة الإضاءة اللازمة لطيور الكناري لكن دائما أفضل النافدة وترك الطيور على طبيعتها فدائما اختر غرفة للطيور بها نافدة الخطوة الثالثة ألا وهي العش يجب عليك وضع عش سواء داخلي أو خارجي لكل منهم إيجابيات وسلبيات لكن أنا أفضل العش الخارجي فهو يترك مساحة أكبر في القفص ضع العش في مكان يسهل الوصول إليه لفحص البيض والفراخ بكل سهولة دون إزعاج الطيور بفتح أبواب الأقفاص ومن ثم تنهض الأنثى من على البيض وقد لا تعود تحضن عليه فلتفادي كل هذه المشاكل وجب وضع العش في مكان يسهل الوصول إليه لكي تتفقد البيض وتتفقد الفراخ كذلك بكل سهولة وبدون إزعاج والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة وهي خطوة اختيارية وهي تتعلق بالبيض الاصطناعي من أجل مساعدة صغر الكناري للحصول على كفايتهم من الغداء وتقارب في مستوى الأعمار هو بنزع البيض من الأنثى وتعويضه ببيض بلاستيكي حتى تنتهي الأنثى من وضع كل بيودها ومن ثم نعيد لها البيض الخاص بها وبهذه الطريقة نضمن تكافؤ الفرص بين الفراخ وهذه الطريقة أنا لا أستعملها لكن هناك العديد من الإخوة يقومون بها أنا أترك الطيور على طبيعتها فقط وأنصح كل مربي أن يترك الطيور على طبيعتها فهي الطريقة الأنسب والأفضل لكي تنتج من طيور الكناري بدون إضرار بها فأترك الطيور على طبيعتها لا تتدخل في الإنارة ولا تتدخل كذلك في وضع البيض الاستناعي لها فأتركها على طبيعتها فقط الخطوة الخامسة وهي فقس البيض فبعد مرور 13 عوما من حضن الأنثى في هذه المرحلة لا نحرك القفص أبدا وتبدأ أولى الفراخ بالخروج الواحد تلو الآخر وهنا تبدأ مرحلة الإنتاج خاصتك وبالنسبة للتغذية في هذه المرحلة فوجب عدم التنويع في الأكل للطيور في الأيام الخمسة الأولى من عمر الفراخ بعد الفقس فيكفي تقديم ربع بيضة مسلوقة يوميا لهم وذلك لتزويد الفراخ بالبروتينات الضرورية لهم بالإضافة إلى الأكل المعتاد وهو المكون من البذور حتى تصل أعمار الفراخ إلى 15 يوما عند هذا الحين يمكنك الإنقاص من كمية البيضة المقدمة لهم فإذا كنت تقدم ربع بيضة كل يوم تنقص المدة إلى ثلاث أيام فأقدم ربع بيضة كل ثلاث أيام مع تقديم الباطل لهم يوميا كذلك أنوع بين الخص والتفاح فالخص والتفاح لا يقدم في الأيام الأولى حتى يصل عمر الفراخ إلى عشرة أيام عند هذا الحين يمكنك تقديم الخص أو التفاح لهم فالخص يذر بمعدة الطائرة الصغيرة فعند بلوغه للعشرة أيام فعند هذا الحين يستطيع هاضم الخص وليسبب له الإسهال ومن ثم الموت وهناك خطوة كذلك ألا وهي تحجيل الفراخ فهي خطوة متغادة عنها إن كنت مربي مبتدئ فقط المربون المحترفون الذين يربون أنواع غالية الثمن هم من يحجلون الفراخ فتحجل الفراخ في عمر السبع إلى الثمانية أيام عند هذا الحين يكون الفرخ لديه رمز خاص بك أي أنت من أنتجت هذا الفرخ وسنة التي انتج فيها هذا الفرخ سواء 2020 أو 2019 ولكل سنة لها لون خاص بها فهناك اللون الأخطر والأصفر فكل لون له ذلل على السنة التي أنتج فيها هذا الفرخ فهذه الخطوة إن كنت مربي مبتدئ فهي لا تهمك سنتطرق لها في قادمة الفيديوهات إن شاء الله فسأحجل فراخ قريبا إن شاء الله هناك فراخ قريبة سأحجلها وسأشارك معكم كل خطوة بالتفاصيل المملة إن شاء الله فإخواني الكرام من أراد التواصل معي هناك حسب إنستغرام خاص بالقناة وكذلك من أراد طرح أي تساؤل هناك ثلاث مجموعة واتساب خاصة بالقناة مجموعة فيها الكثير من الإخوة المربين فيهم مبتدئين ومحترفين سيجيبونك عن كل تساؤلتك كل الروابط ستجدونها في وصف هذا الفيديو تحت سواء الرابط حسب الإنستغرام أو مجموعة الواتساب إخواني الكرام كان هذا كل ما في فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدت ولو واحدة منكم هذا يعني للكثير لا تنسوا الضغط على زر لايك الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس كان معكم أخوكم محمد إخواني ودعا ترجمة نانسي قنقر